الخبر الأول اللي عدنا عن تهجم المتابعين على بيسان وأنس فبيسان نزلت هذا المقطع على قناتها ولكنت نزلها على التعليق فرح تشوفون أنه كل التعليقات بالإنجليزي وكلها جاية تتهجم على بيسان وأنس ومكتوب عليه هجيش نارين بيوتي وقم أنه موفلوكس اللي هو أساساً سبب هذه التهجمات ما موجود بالمقطع فاللي ما يعرف أساساً أنه كل هذه التهجمات ده صغيرة سبب أنه بيسان ده صورية موفلوكس لكن يكتبونها بالكومنتات يا حبايب هل تستحق التهجم أو لا الخبر الثاني اللي عدنا عن رد أنس وبيسان على الخبر الأول اللي استعرضت لكم يا قبله شوية فبعد ما نزل المقطع تقريباً بحوالي نص ساعة واحتلال جيش نارين بيوتي للتعليقات لكن بيسان وأنس بالبداية حثوا هواية تعليقات وبعدين حضروا كلمة جيش نارين بيوتي وحضروا هاي الكلمة بالإنجليزي فحالين لو تكتبها ما تطلع بالتعليقات فما سووا هذا الشي عن طريق ميزة اسمها الكلمات المحظورة واللي هي تقر تكتب بها اسم أي شي ما تريده يطلع عندك بالتعليقات طبعاً في لهذا رح تشوفون أنه أغلب التعليقات بالإنجليزي صارت بهذا الشكل على ما تقر تطلع بالمقطع عليكم يا حبايب اكتبونا رأيكم بالكومنتات شو رأيكم برد بيسان وأنس على تهجم جيش نارين بيوتي الخبر الثالث اللي عدنا عن نور مار وليش هو معصب فنور نزع على حسبها بالإنستجرام شوية ستوريات واللي واحد من المتابعين كاتب له تعليق على آخر مقطع واللي يقول لبي أنه التعليقات عبارة عن غزل بقمر وأنه نور بعمشاف المقطع لأنه ينسان الله فيرد عليه نور مار اقتصاراً أنه هذه التعليق جداً تضوجني لأن ما لها علاقة بالمقطع نفسه وأنه هذا ممكن يكون سبب أنه بالفترة القادمة ممكن يطلع واحدة بس بالقناة بعدها نزل ستوري ثاني واحد يقول ليش ما تطنشهم فيرد عليه نور مار والتعابي أما الستوري الثالث فيقول بي واحد من المتابعين أنه غلط من الأساس دخلت البنات للقروب فيرد عليه نور مار برسالة أطول من حياتي ولكن باختصار أنه دخولهم للفريق مو الغلط وإنما الكومنتات هي اللي زادت عن حدها وهمين يقول إذا نزل هو مقاطع واحدة فرح يجيب مشاهدات بالحالتين سوويهم أو لا عليكم يكتبونها بالكومنتات شرايكم هذا الخبر وهل تتفقونه يا كلام نور مار أو لا الخبر الرابع اللي عدنا عن غيث مروان وعيد ميلاده فاليوم هو يوم عيد ميلاد غيث مروان فغيث نزع على حسابها بالإنستغرام شوية ستوريات جنم بها أنه اليوم هو يوم عيد ميلاده وطبعا بالبداية كل عام انت بخير وعقبال ألف سنة يا رب سأعطوكم هذا الستوري شوفوا أخيرا صار فيني يقول أنه صار عمري خمسة وعشرين مانا وعشرين خمسة وعشرين سنة مانا وعشرين سنة انت شي بدك فأمي يا زلو خلص أنا بدك فأمي خمسة وعشرين مانا وعشرين مانا وعشرين مانا وعشرين مانا وعشرين وبس والله هنا وصلنا إلى هذه المقطعات أتمنى المقطعات جاوكم لا تنسوا تحطوا للاك تشاركوا بقناة هناك وفي هذه المقاتلة مملكة القصص وبس مع السلامة